السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف أقدم اليوم تفسير رؤية اسم خالد في المنام أولا ما معنى اسم خالد في منام العزباء إذا رأت العزباء في منامها شخصا تعرفه اسم خالد وكانت هيئته في الحلم حسنة فهو في المنام حظ طيب يصادفها فإن كانت طالبة أو تلميذة ورأت هذا الشخص في منامها أثناء فترة الامتحانات أو قبل التصريح بالنتائج فالرؤية عند إذن تبشرها بالنجاح خاصة إذا كان الذي ظهر في الحلم شخصا من الماضي أي أنه لا يخطر على بالها إلا قليلا والخير في هذه الرؤية أن ترى العزباء المسمى خالد مبتسما ومقبلا نحوها غير مدبر ولا متجهم أو غاضب خالد في منام العزباء قد يدل على علاقة خالدة وطيدة ومستمرة مع من تحب من الأشخاص سواء كانوا أحبة أو أصدقاء أو معارف أو أقارب أو جيرا خالد أيضا يدل في منام العزباء على الخلود للعلاقة العاطفية بين الفتاة وخطبها أو حبيبها رؤيته جميلا مبتسما تدل على استمرارية تلك العلاقة ونجاحها يحمد في التأويل أن ترى العزباء في منامها كأنها تتزوج شخص اسم خالد مثل هذه الأحلام تعبر أساسا على حدث سعيد مقبل نحو الرأية حدث فيه ما يصرها أو يطمئنها وربما دلت رؤية الزواج من شخص اسم خالد على زواج حقيقي من شخص له خصال حميدة أو يتمتع بمواصفات فارس أحلامها لأن أشهر من لقب خالد هو كذلك أشهر فارس في تاريخ الأمة العربية كلها تفسير اسم خالد في المنام للمرأة المتزوجة يعد اسم خالد من أقصر الأسماء في الحلم المعبرة عن النجاح في السعي والكسبة والرزق خاصة إذا رأته المتزوجة مقبلا نحوها محملا بالهدايا أو رأته يعطيها شيئا تحبه أو تتمنى فإن أعطاها خاتما به فص فتلك علامة حمل فإن كان الخاتم من ذهب فذلك في التأويل ولد فإن رأته يعطيها طعاما مما تحب فذلك رزق أو مال وربما دلت رؤية خالد في هذا الصياق على تحقيق أمنية في نفس الرأية يدل اسم خالد في منام المتزوجة على بقاء واستمرار الحب بينها وبين الزوج خاصة إذا رأته يدخل بيتها ويجلس معها ومع زوجها وخالد أيضا يدل على دوام الخير والرزق والسعادة فمن كانت متزوجة وكانت حياتها سعيدة فأن سعادتها تلك سوف تظل مستمرة خالد في منام المتزوجة يعد رمزا فالا إيجابيا عندما تراه جميل الوجه أنيق السوب مبتسما عند إذن تحمد في التأويل مصافحته كما يحمد تقبيله ومعانقته وكل شيء يأخذ منه في الحلم يعد بشارة ومثل ذلك السوب الجديد والحزاء والطعام وسائر الفواكه والغلال ويحمد أيضا أن ترى المتزوجة كأن الشخص المدعو خالد يدخل بيتها ويأكل من رزقها فإن هي رأت ذلك فتلك نعمة أو برقة تحل في بيتها قريبا بما يتوافق مع أمنياتها إذا رأت المتزوجة شخصا ميتا تعرفه وكان اسم خالد فالرؤية عدة حسنة أيضا فإن حدثها بأمر فأنه بعون الله يتحقق وإن أعطاها شيئا فيه خير فأنه بعون الله نصيب منفع أو فائدة وربما تقضي لها حاجة كانت تسألها بينما يكره في التأويل إعطاء الميت شيئا من المتاع مثل اللباس ويكره في المنام إتباع شخص ميت إلى جهة مجهول أو أيا كان اسمه وهذا التفسير أيضا ينطبق على المتزوجة وعلى المطلقة وعلى الأرمالة أيضا تفسير اسم خالد في المنام للرجل اسم خالد في منام الرجل يدل في المقام الأول على النصر والزفر فمن رأى من الرجال صديقه أو جاره القديم وكان اسمه خالد فذلك مؤشر نجاح في أمر يسعى الرأي إلى تحقيقه ومثل ذلك النجاح في الدراسة أو التوفيق والترقي في العمل والاسم محمود أيضا في منام الرجل المقبل على سفر أو مشروع أو شيئا من هذا القبيل فإن رأى في منامه هذا الاسم فأن سعيه يقلل بالنجاح إن شاء الله تعالى تفسير اسم خالد في المنام ينطبق أيضا على الأسماء التالية كل هذه الأسماء في الحلم تعد من المبشرات وبعضها يدل على النعيم لأن من صفات الجنة الخلدة والخلود تفسير اسم خالد في المنام للمرأة الحامل الأسماء المذكورة على صيغة فاعل مثل خالد غالبا ما تدل في منام المرأة الحامل على إمجاب الولد أما الشخص الذي يظهر في منامها بصفات حسنة فهو في التأويل خير وبشارة واسم خالد في منام الحامل قد يكون طمأنينة لباليها من المخاوف فإن رأته يزرها أو يدخل بيتها قبل أيام الوضع بقليل فأنها بعون الله تعالى سوف تتجاوز مرحلة المخاض والولادة بسلام وأمان وسوف يكون ولدها بإذن الله مباركا ببرقة هذا الاسم الذي به سمي خالد بن الوليد الصحابي الجليل وربما كان لمولودها الجديد صفة من ذلك الاسم في المستقبل مثل صفة الشجاعة والزكاء والإقدام والعزة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة